أهلا وسهلا بكم في الدرس السابق إذن تعرفنا على مزايع برنامج VirtualBox قلنا أنه مجاني سهل ومتوفر على أنظمة تشغيل عديدة الويندوز، توزيعات لينيكس، الماك، سولاريس وغيرها وأيضا رأينا كيفية تحميله وتثبيتها على توزيعات Ubuntu وأيضا إمكانية التثبيت والتحميل بالنسبة لأنظمة الويندوز، سولاريس والماك في هذا الدرس سنتعرف على كيفية إنشاء جهاز وهمي جديد باستعمال برنامج VirtualBox إنشاء جهاز وهمي أي إنشاء حاسوب كمبيوتر وهمي على برنامجنا لكن قبل البدء بالتطبيق أشير إلى أنه يمكن تغيير لغة برنامج VirtualBox بالدخول إلى File Preferences وهنا أختار من Languages أختار اللغة التي أريد للأسف اللغة العربية غير متوفرة لكن الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، واللغة العديدة متوفرة فقط أختار اللغة التي أريد وأضغط OK فهي تغير لغة وجهة البرنامج إذن نعود للتطبيق لإنشاء جهاز وهمي جديد، أضغط على New هنا نفيد للترحيب، أقوم فقط بضغط على Next هنا أعطي اسم للجهاز الوهمي الذي أريد إنشاؤه، مثلا أنا هنا قمت بإنشاء جهاز وهمي من قبل أعطيته اسم Windows 7 هنا مثلا أسميه Windows فقط، ويمكن أن أعطي أي اسم أريد هنا أختار نظام التشغيل ونسخة نظام التشغيل التي أنوي أن أثبتها على جهازي اختيار نظام التشغيل هنا فقط ليمكن البرنامج من إعطاء إعدادات منصوح بها بنسبة لذلك النظام حتى لو اخترت مثلا هنا Windows XP يمكنني من بعد أن أثبت على هذا النظام الوهمي نظام آخر Windows XP أو حتى توزيع من توزيعات Ubuntu وأيضا حين أكون بإنشاء عدة أجهزة وهمية يكون هنا مثلا شعار الشعار مثلا هنا على اليسار ليمكنني من معرفة أي نظام أشتغل به على ذلك الجهاز الوهمي إذن أضغط Next هنا أحدد حجم الذاكرة الحية الرام التي أريد أن أعطيها لنظام الوهمي مثلا هنا بالنسبة لWindows XP المنصوح بها 192 أنا سأكون كريما معه أغطيها 512 Next هنا يجب أن أقوم بإنشاء قرص صلب وهمي إذن حاسوبي نظامي أو جهازي الجديد وجهاز وهمي يحتاج إلى رام يحتاج إلى هارد ديسك إذن أقوم Create New Hard Desk Next هنا أضع الخيار الافتراضي كما هو Next وهنا يجب أن أختار بين هل أريد أن يكون حجم القرص الصلب متغير أو ثابت لو اخترت متغير فإنه كلما قمت بزيادة مثلا برامج على النظام الذي سأثبتها على جهازي الوهمي سيزداد حجم القرص الصلب ولو اخترت Fixed Site سيكون يجب أن أحدد من البداية كم حجم القرص الصلب الذي أنوي اختياره إذن أنا أترك الحجم متغير Next هنا أعطي إسم للقرص الصلب من هذه الآيقونة يمكن أن أختار مكان لأن القرص الصلب اللوهمي سيكون عبارة عن ملف بامتداد VDE على هذا الشهر سيكون مثلا هنا في هذا المجلد بسم محمد المجلد المنزل الخاص ب VirtualBox Windows إذن يمكن أن أعطيه أي اسم يمكن أن أختار ملف آخر في حال لو كان في مجلد المنزل الخاص بلا تتوفر مساحة حرة كافية إذن ألغي أنا أترك الخيار كما هو هنا أحدد حجم القرص الصلب الذي أنوي إنشائه الآن أنا سأعطيه حجم صغير لأنه أنوي تثبيت Windows XP مثلا عليه وأعطيه فقط 5 جيجا أضغط على Next هنا يعطيني ملخص عن القرص الصلب الذي أنوي إنشائه نوعه أيضا نوعه هل هو متغير أو ثابت مكانه وحجمه إذن أضغط هنا Create فيتم إنشاء القرص الصلب الوهمي الخاص بي وهنا يعطيني ملخص عن الجهاز الوهمي الذي أنوي إنشائه اسمه نوع نظام تشغيل الذاكرة القرص الصلب إذن لو كان كل شيء كما أريد أضغط على Create فلاحظ أنه الآن تم إنشاء الجهاز الوهمي جديد الآن يجب علينا تثبيث نظام تشغيل على هذا الجهاز الوهمي لكن أفضل ترك هذا الدرس ليكون مستقلا في الفيديو القادم إن شاء الله إذن نلتقي في الدرس المقبل لنعرف كيف يتشغيل أو تثبيث الويندوز باستعمال VirtualBox داخل توزيعة Ubuntu نلتقي إذن في الدرس المقبل إلى اللقاء